نريد أن أتكلم معكم عن موضوع الحقيقة مهم جداً خاصةً دلوقتي متعلق بتربية أولادنا وهو اختيار الصديق هل ضروري أن الأم والأب يتدخلوا لو شايفوا أن ابنهم أو بنتهم يعني أصدقائهم شخصيات غير جديدة بالصداقة هل أصلاً مفروض الأسرة تتدخل في اختيار الأصدقاء؟ إزاي نقدر ندرب أولادنا إن إحنا نبحث عن صديق؟ قبل كل ده إزاي ممكن نعلمه معنى كلمة صديق في حياته أن الصداقة دي حاجة مهمة جداً 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 يمكن دي العيلة اللي احنا بنختارها لنفسنا وهي اللي بتأثر علينا بشكل كبير جداً أسئلة كتير جداً خلينا نجاوب عليها النهار ده مع ضفتنا في الستوديو الأستاذة مريم الشفعي الاستشاري التربوي والمعالج السلوكي صباح الخير عاديكي دكتر وأهلا بيكي بصباح الخير واصف صباح النور صباح الخير لما نجينا الكلام عن الصداقة الصداقة يعني خلينا نقول معنى مهم جداً وشيء مهم جداً ونمكن لما بنشوف ناس ما لهاش صحاب كتير بيبتدي كده نقلق أكيد في حاجة غلط وفي نفس الوقت بيؤثره بشكل مباشر على الشخصية وعلى السلوك وعلى كل حاجة في حياتنا هل فكرة أنه الأم والأب يتدخلوا في اختيار أصحاب أولادهم في البداية دي أصلاً سلوك سليم أو طريقة سليمة للتعامل مع الأولاد ولا لا؟ خلينا نقول إنه دايماً السؤال ده بيتسائل مع دخلة أولادنا لمرحلة المراقبة وإحنا بنفوق في اللحظة دي الحقيقة إن إحنا محتاجين نبدأ الجورني من وهم عندهم خمس وست سنين ونبدأ نتكلم يعني إيه لنا أصحاب ويعني إيه صديق وإيه صفات الصديق المفروض يقف جنبك إزاي يساعدك إزاي إحنا بنحب بعض من غير مصالح من غير عشان أخذ منه شبسي في المدرسة ما هي تبدأ كده لأ الصندويت شات أيو فاكرة حياتنا في المدرسة هو فعلاً أو بيحلوا بعض الهومورك وبيغششوا بعض في الامتحان فإحنا محتاجين نحط للولاد لأ المفاهيم بجد إنه صاحبك ده هيساعدك هيحبك مش عشان إنت بتديله حاجة لو إنت محتاج مساعدة تعبين مروحتش المدرسة هيساعدك في الواجبات بتاعتك وابدأ أفرق ما بين إن إحنا بنتعامل مع ناس كتير جداً الفرق بين الزميل وبين الصديق فإنت تعرف ناس كتير جداً في التمرين في المدرسة أصحابنا الجران طيب دول كلهم زملاء ولا دول كلهم أصدقاء اللقطات دي من وهم بيكبروا خطوة خطوة معنا بتخليني أوصل لإجابة السؤال بقى وهو عنده 14 سنة لما لقيم صاحب حد مش شبهنا خالص في عادات أنا مش موافقة عليها بنات بيخرجوا بطريقة معينة بيصوروا تيك توك بطريقة معينة وولاد بيدخنوا أنا بقى هنا قررت أصحى وأقول لا أنا مش موافقة على أصدقاء لا طبعاً هيتمرد ومش هيوافق ومش عايز يسمع وشايفين اللي إحنا شايفين خالص خالص وبعد كده في مرحلة في حياتهم الطبيعي من احتياجاتهم فيها الاستقلالية فأنا جيت بقى كأم أو كأب صحيت في الوقت ده وقلت لا أنا ليه دور وهاتوا تليفوناتكو وهات الأكاونت بتاعتك بتاعت السوشيال ميديا وقررت أدعبس ودور فطبعاً لازم يحصل صدام ولازم يحصل تمرد عكسي طيب قبل ما نوصل هنتعامل معهم إزاي بقى؟ ما احنا فيه صدام دلوقتي فيه تمرد عكسي زي ما حضرتك بتقولي لكن قبل ما نوصله احنا بنديهم من خبراتنا برضو يمكن برضو احنا زمان هلين ما تكلموش معانا في حاجة زي دي برضو ما كانش فيه الانفتاح اللي موجود حالياً لكن احنا خلال السنين اللي مررنا بيها في حياتنا ووصلنا لهذه المرحلة العمرية عرفنا الصديق من الزميلة عرفنا مين اللي يكمل معانا لحد دلوقتي وبنسترجع وبنفتكر كم بيعمل معانا احنا صغيرين فعشان كده احنا كأباء وامهات في هذا الزمن قادرين نحط القواعد وقادرين نحط الصفات الأساسية اللي لازم تكون متوفرة في هذا الشخص عشان يكون صديق مش زميل صح ده هي منعمل ده بقى ازاي منعمل ده لما بنقول لهم هي ايه الشروط لما بشاركهم جزء من خبراتي زي ما شاركتنا كده انه مين اصحابي كنا مع بعض في ابتدائي بنعمل ايه وإحنا في سنة ويغيرنا صحابنا لما غيرنا دول من هم صغيرين اه طبعا هم بيبقوا عايشين معينا فعارفين مين اصحابنا احنا فليه فلان دي صاحبة ماما وليه فلان ده صاحب بابا انا بشارك بشكل يومي بحكي جزء من حياتي عشان هم يتعلموا من المشاركة دي جزء مهم جدا ان الولاد وهم صغيرين بيرجعوا دايما من المدرسة او من النادي عايزوا يقف يحكي 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 كل اللي حصل احنا مش فاضين فبنقول ممكن بقى خلاص ادخل قطك اجهاز عندنا غدا دي اللقطة اللي انا محتاجاها هو بيحكي تفاصيل كتير قوي دي اللقطة اللي انا هاخد منها ثواني واقول كان ممكن لو ردنا على بعض الطريقة احسن يحصل كده هعرف منها بيتعاملوا ازاي بيردوا ازاي مساحة الهزار شكلها ايه دي اللقطات اللي انا مهمة بقى موجود فيها عندنا خمس نقط محتاجين نقول للأهالي خليكم موجودين في الخمس نقط دول تواصل لازم يكون فيه تواصل ما فيش توجيه ولا فيه قرب من ولادنا من غير ما يبقى فيه connection فلو انت القب اللي بيجي فجأة عشان يدخل بقى يلبس البدلة بتاعة المدير بالليل ويقول ده مش مناسب وده مش مناسب انسى يقول لك حاضر ويدخل وقفلوا قوضهم ويعمل لهم عايزينه فانت محتاج تواصل مع الولاد تفهم لاحتياجات المرحلة العمرية دي مسئولية يعني انا بديل واحساس بالمسئولية على تحمل العواقب اللي هو هيعمله بحدود حب غير مشروط انت ابني في كل حالتك والله صحبت ناس وحشة صحبت ناس حلوة انا مش بحبك عشان انت النهاردة بتسمع كلاما عشان يقدر يجي يحكي لي كل حاجة بس احنا لو حد بيحبنا علشان انا عملتله حاجة معينة خلاص انا مش هروح لوقت ما بقى محتاجات مشروط حاجة قصة حاجة بالضبط فده مهم جدا احنا وإحنا موجودين في حياتهم في مساحة قرب ان يبدأ اشرح اللي حضرائك بتقوله ده يحسوا بينا يحسوا يعني ان احنا بننقلهم جزء من تجاربنا فلما يتنقل لمرحلة بعدها واجه لأ هيبقى فيه صحبية كمان فيه نقطة مهمة ان احنا محتاجين نكون قريبين من اصحاب ولادنا معوضش على القلم الاسرة نبقى عارفين شكل الاسرة برضو مبارة ايه مرة بنشوفهم مرة بيجوا البيت عندنا ومرة بنتجمع في نيدي بنتلع كامب مع بعض يعني فيه حاجات كده مش بقول كل يوم صحاب ولادهم ولا ولادنا ولا اهليهم صحاب ولادنا هم مراية للبيوت وبالتالي لو انت على الكوننكشن هتبقى بتقابل بابا في مرة وهو بيوصله النادي هتقابله وهو بياخده من امتحان فهيبقى فيه الكوننكشن انتو عارفينه هو الدرس الفلاني عملوا فيه ايه اتأخروا ليه فيه مساحة دكتور يعني عادة الاب والام نفسهم يدو كل تجاربهم لولادهم عشان يوفروا عليهم المعاناة والتجارب المش لطيفة ويجنبوهم الناس اللي مش لطيفة وما اي لذلك لكن في الاخر برضو احنا حتى واحنا بنكبر لا احنا عايزين نخوض تجاربنا ما بنتعلمش وما بنفهمش غير لما احنا اللي نخوض التجربة دلوقتي انا في حالة انه ابني او بنتي راحوا عارفوا ناس بيبقى على فكرة احيانا الاسرة نفسها البيت اللي جاي منه الصديق ده على فكرة اسرة محترمة جدا كل الكلام ده ولكن بيقى فيه تجارب صعبة وتجارب احنا بتوصل انها مؤلمة لانه زي ما كنا بنتكلم انه الصديق ده انا فرد من افراد للأسرة اللي انا اخترته ازاي ممكن يتعاملوا مع ده وازاي يقدروا ان هما كمان يحددوا ازا كان السلوك ده بالمناسبة مش شرط يكون خطأ ولكن يمكن يكون مش مناسب لتربيته مش مناسب لسلوكه مش مناسب لمبادئه صح واحنا بنقول ان احنا هنا محتاجين نكون قريبين عشان انا فيه لقطة انا محتاج فيها اقول انه لا ده مش مناسب طب انا محتاج اعمل ده بالقب اللي قاعد بيرائب وبيفتش لأنا محتاج يبقى فيه مساحة قرب علشان عرف اوجه محتاج اقول انه عادي جدا ان انا امسك تليفونه وهو بيمسك تليفوني ومفيش باسورتس للتليفونات في البيت لانه مفيش حاجات نخبيها لبعض فيه حاجات هقف عندها وهقول لا ده مش مناسب لنا ده مش مناسب لقيامنا ده مش مناسب لعادتنا. ده طبيعي أن أنا هعمل ده. طب أعمله بالمساحة بتاعة الحرمان وعدم النزول من البيت. وهاته التليفونات وهاته التبات وهاته كده. لا. أنه ده مش هيوصلني لأي حاجة. طب في مساحة فيها أن أنا بحملك جزء من المسئولية. أنه ده مش مناسب. ببدأ أبقى قريب وبقوله أنا قريب مش عشان أرأبك. عشان هما دايما بيقولوا كده. أنتو ماشيين تفتشوا ورانا. لا أنا قريب عشان أحميك. صح. إمتى مش هيتفهمها؟ لو أنا كنت أبقى قاعد مريح طول السنين. وجيت وهو عنده 15 سنة. اتفاجئت أنه هما ما بيروحوش دروسهم مثلا. فجأة وأنا معرفش أي حال. أو لو أعتقد لو أبقى وأمه متخلين كمان بشكل في أوامر أو بشكل في عنف كمان. بالضبط. صيغة الأوامر مع الولاد في المساحة دي منتهية تماما. لأنه هيدرب النحية التانية في عند وتمرد. وهنتفاجئ أن هما بيعملوا اللي هما عايزين. فلازم تكون قريب وأنا مش مع خالص إن إحنا هنسيب عداية إحنا مش موافقين عليها. لأ إحنا هنوقفها بس هنوقفها إزاي؟ هنوقفها وإحنا قريبين. هنشاور على خبرات. هنطلب مساعدة استشاري. هوفر له أنا من الأول بقى في نقطة في الأول خالص. إن أنا هحط إبني في المساحة إلى حد ما شبهنا. شبه قيامنا وعداتنا وسلوكياتنا. مش هروح أحطه في مساحة بعيدة خالص. وبعا كده أقول له إذا زيدوا لصحابك. دي مهمة جدا. في المدارس أنا بختار مدرسة شبهنا. تمرين شبهنا. هناخد درس فين؟ هنسافر مصيف فين؟ كل دي اختيارات البيت اللي بيحطها من الأول خالص. فالولاد بيحسوا إن إحنا عندنا مجموعة قيم بنتحرك بيها. مش لازم كلنا نبقى شبه بعض. بس أنا بحافظ على واحد، اثنين، ثلاثة، أربع. عظيم. وده يخلينا نتجنب إن إحنا نتفاجئ إن هما بيعملوا حاجات إحنا ونعرش عنها حي. طيب تمام. إيه رأي حضرتك في الأب والأم اللي بيختاروا؟ أصدقاء لولادهم هما ولاد صحابهم هما. فهماني أنا مثلا لي صاحبي وبنتقابل. طب عايزين نخرج في خروجة أسرية. فبعد شوية أنا عايز بنتي تصاحب بنته. لأن أنا شايف إن هو مستوى تربيته كويس. فأنا كده بفرض على بنتي إن يتصاحب بنته. لا. لا إن أنت ما دتهاش مساحة اختار من المناسب يقرب منها. حاست إن هي ملهاش رأي وملهاش مساحة اختيارات. أنا خايف عليها برضو يعني. أنا خايف عليها. أسابهم يتصاحبوا لو هما قربوا من بعض. يعني حصل تألف القلوب ده أصل الصاحب ده زي ما قلنا في الأول خالص. ده واحد بيدخل جوا العيلة وبيبقى قاعد معنا وأحيانا بيبقى بيعرف عن ولادنا أكتر ما نعرف عنهم. طب لو هما مش قريبين من بعض. ما فيش مساحة الألفة بينهم وبين بعض. أنا هعرف أخليهم أصحاب. أبدا. هنروح كل تجمع في خارجين ومستفرين وتلاقي كل واحد فيهم قاعد واخد جنبي كده مش عايز يتكلم مع تاني. ونبقى احنا السبب. ونبقى احنا السبب. هما حاسين إن إحنا فرضينهم على بعض. لكن لو أنا سبت مساحة الحرية دي من الأول خالص. والله إحنا خارجين عايزين تيجوا معنا. الإحساس ده بيحسسهم إنه مش لازم تبقى صاحب ابن طنط فلانة. فخلاص لازم ياخدوا مساحة استقلال. هنعملها بشكل في زكاء عاطفي وزكاء اجتماعي. إن إحنا خارجين رايحين لمكان الفلاني. إحنا هنقعد وإنطبوا مثلا عايزين تحجزوا كورة. مش عايزين خلاص. ما تختاروش تصحاب لولادكو أبدا وتفردوهم عليهم. طيب. أنا دلوقتي أم وشايف أن ابني أو بنتي في صديق أو صديقة ليهم. وشايف أن هم مؤذين جدا بالنسبة لهم. هيدروهم ما بيحبوهمش. أي مكان سبب مشكلتي مع الصديق ده إيه أو الصديقة ده إيه. الصحي. الصحي إن أنا أتكلم مع ابني أو بنتي. وفاهمها أسبابي فإن أنا مش حبة العلاقة دي. ولا إحنا بنشوف ده بيحصل أحيانا. الأهالي بيتدخلوا ويكلموا الأسرة الثانية. أو يكلموا الصديق الثاني أو صديقة الثانية. ولا ما تكلموش بنتي أو ما تكلموش ابني. الخطوة دي بقى ما تتعملش خالص. لأنه ساعتها لو هو عنده استعداد يقتنع. إنه الولد أو البنت دي ما تنفعش تبقى صديقة. ساعتها هو هياخد التمرد العكسي. وهو ده اللي هيبقى صاحبي. وهو ده اللي همشي معي. ودي اختيراتي مش من حققه تدخلوا فيه. لو أنا شايفة فعلا مؤذي. حلو. أعمل إيه بقى؟ أكون أنا قريبة وأقول هو ليه مش مناسب. أخلق مساحة تانية. ما هو أنا ما حطوش هو وهو في تمرين وفي دروس وفي مدرسة. وبعد كده أقول إيه لأ ده ما كانش مناسب لنا. طيب أنا محتاجة أودي دروس مع صحاب تانيين. نغير الفرقة اللي احنا بنتمرن فيها ونروح فرقة تانية. شنهوي صاحب نستنقني. ندخلوا مجتمع تاني. لازم أدير الموضوع بذكاء اجتماعي. لكن لا دلوقتي هتقطع لغتك بيه؟ لا مش هقطع لغتك. فأنا هوجيه هوجيه توجيه ما فيهوش سلطة أبوية مفرطة. لأنه ده هيخليه برضو مش تحت إدينا. زي خطوة. الخطوة التانية هوجد له بدائل. ممكن نروح هنا. ممكن نغير تمرين هنا. ممكن نتعرف على ناس هنا. ممكن نطلع كامب هنا. ده مهمة جدا. هتدينه نمازج بقى. ليه ده مش مناسب؟ يأثر على دراستك في إيه؟ أثر على درجاتك في إيه؟ يبدأ يشوف النتائج. طب هل هو يتفاهم برضو حاجة زي دي؟ في الأول مش يكون متفاهم. لأنه حط في دماغه خلاص أنه هو مختار الشخص ده عشان يكون صديق ليه. فهو رافض فكرة النصح أو الأوامر. لأنه زي ما حضرتك قلت إحنا وصلنا لمرحلة عمرية صعب. بأنه نتفاهم معه. طبع. إيه بقى المشكلة؟ هنحل إزاي ما هو برضو. هو ده نفس السؤال للأهالي بيطلبوه في الاستشارات دايما. أنا محتاج دلوقتي كابسولة أخدها. الولد الصبح يبقى زي الفل. مفيش كده. دي جارني طويلة. عشان كده بقول ابدأوها من الولاد صغيرين. إحنا بنعمل مجموعة خطوات وبنفضل قريبين وبنتابع وبنوجه وبننصح. مش بكرة هو هيتحسن معايا. ده ممكن مثلا عشان يسيب صاحب نقط في القصة دي من أربع لستة شهور. بشرح له مثلا مواقف وحشة هو عملها معايا. بقول له نتيجة دي على دراستك إيه. ماهتمتوش ان انتو تسمعوا في المدرسة وبتحضروا وبتطردوا من حيث انصوا بيحصل مع راشي إيه. طب لما نزلته مثلا لو الشلة دي فيها حد بيدخن من بدري قوي. طب مين من الشلة دي باعد عنكو. وباعد عنكو لي عشان هو مش عايز يبقى شبه اللي بيحصل ده. طب في موضوع التدخين ده مثلا أنا أمو عرفت ان صاحب ابني مثلا بيدخن. وكلمتو قصرتهم مش فكرة ببعدو عن ابني. قلت لهم. ده تصرف سليم ولا لا؟ تصرف سليم لو البيتين هيتصرفوا بحكمة. يعني لو ده هيبقى سر بنا وكل بيت هيشتغل مع ولاده من غير ما يحسسهم. إن احنا قاعدين بمفتش ورقه. لو أنا رحت قلت لابني ده امامة صاحبك اتصلت قالت انه خلاص كده. خسروا مشكلة طبعا خسرناهم كلنا. طيب لو أنا دلوقتي بعلم ولادي كام صفة كده حطوها في دماغهم. عشان أعرف أختار صديق يعني صحبة صالحة هو يقدر يكون مرتاح معاهم. بجانب طبعا فكرة انه هم يكونوا شبه بعض. ايه أهم النقاط او ايه أهم الصفات اللي لازم تكون موجودة. أوكي. هنقول انه وفي وهنشرح مفهوم الوفاء. ايجابي يعني وانت معايا كلكم بتستفيدوا وبتتحركوا وبتاخدوا كورسز وبتنزلوا. ايجابي ممكن بس عند نقطة الوفاء دي. حضرك قلت ان احنا نبدأ مع الاطفال من سنة خمسة سنين. هل هيفهم يعني وفاء؟ اه. هيفهم. اه هيفهم. ليه بقى لان انت بتبسط له المفهوم ده. وبتحكيه له فهو بيشوفه في شكل قصة بيشوفه في شكل حدوتة. تمام. بتقول له انا لما كنت تعبانة صاحبتي فلانا ما سألتش علي. فانت مش بتقول له الوفاء مش منعمل كده خبز. لكن احنا بنحكيه في شكل حدوتة. فالولاد بيبقوا فاهمينه. وهما في المدرسة بيبقوا فاهمين جدا انه مين سأل علي ومين جاب لي فايد ميلادي هدية ومين. هما بيبقوا فاهمين جدا ده. فالوفاء. شبهنا. ايجابي. بيتحرك. زي ما قلنا بيشارك في انشطة. بيحبك عشانك. مش عشان انت باباك في المكان الفلاني. مش عشان احنا ساكين في المكان الفلاني. مش عشان انت. بس دي حاجة بتتطلب سنين يا سيدة ماري. ايوما هو. رابعة صعبة قوي تتعرف. ايوما هو. عشان كده بقول ان هي جيرني. انا مش بقول الكابسولات دي كلها مرة واحدة. وبقى خلصت كل اللي عندي وقعدة سكتة. لا انا ده بتكلم فيه على مدار حياتهم. وبشاركهم جزء من خبراتنا على مدار حياتهم. وده مش بيوقف يا جماعة. احنا بنقعد نعمل ده منوهم اطفال لحد عشرين سنة. بعد كده انطلقوا بقى وتعلموا بالتجارب وتعلموا بالخبرات. جميل. احنا يا جماعة زي ما اسمعنا كده. نحن لازم نبدأ مع ولادنا منوهم صغيرين. ما نستناش لما يكبروا ويوصلوا لسن المراقة. ساعتها بيكون صعب التعامل معهم. لانه شايف والده والدته سايبينه طول الفترة اللي فاتت دي. وجايين دلوقتي يدي له اوامر. فبيكون صعب التعامل معاه. عشان ننصح ولادنا بانهم يختاروا صديق. يكون معاهم مدى الحياة. زي ما احنا بنكمل مع اصدقائنا اللي طلعنا منو احنا اطفال صغيرين لحد مجبرنا. كان في مجموعة من الصفات زي ما قالتها الأستاذة مريم. طبعا نحن نشكرك شكرا جزيلا شرفتاني ونورتينا. الأستاذة مريم الشافية الاستشاري التربوي والمعالج السلوكي شكرا جزيلا لي. مرسي شكرا.